سوف نتعرف على طريقة كيفية حال مشكل إلغاة فيل تحميل تلقائي لرسائل متعددة الواسط نقوم بالضغط هنا تتباق تركولار مينتم ما سوف نقوم بالضغط هنا بعدها سوف نقوم بالضغط هنا الإيدادات مينتم ما سوف نقوم بالضغط هنا المرسلات مينتم ما سوف نقوم بالضغط هنا تحميل تلقائي للرسائل متعددة الواسط بهذه الطريقة نكون قد قمنا بالغاة فيل تلقائي للرسائل متعددة الواسط هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة لا تنسوا الضغط على الزل لايك والاشتراك في القناة ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة